الثاني عشر من ديسمبر 2012 يوم لن يتكرر طيلة الألف سنة المقبلة كما يعتبره الكثيرون جالباً للحظ استعيد فبحسب الصينيين هو ليس مجرد تسلسل رقم ثلاثي في التقويم بل هو رمز للحب والحظ والعاطفة ولأهمية هذا اليوم بالنسبة للصينيين يسارع الكثيرون منهم إلى الإقبال على الزواج لجعل هذا اليوم تاريخاً لعقد زفافهم فيما يفضله آخرون لسهولة حفظه من الواضح أنه من السهل تذكر هذا اليوم وخاصة للأزواج الذين ينسون عد زواجهم ففي هونغ كونغ وحدها تقدم أكثر من 700 شخص على الزواج أي ما يوازي أربع مرات معدل الطلبات اليومي أما في سنغافورة فقد تقدم أكثر من 500 ثنائي حتى الآن للزواج وهو عدد يتخطى بثماني مرات العدد المسجل عادة وفيما يأمل الكثيرون من أن يجلب لهم هذا اليوم الحب والحظ السعيد يسارع الكثيرون منهم إلى الارتباط خلال العشرة أيام المقبلة خوفاً من نهاية العالم قبل استطاعتهم الزواج هلقنديل العربية